الفنانة صفاء التوخي هي ممثلة مصرية اتولدت يوم 22 اغسطس سنة 1964 بالكاهرة وهي ابنة الاديب القدير عبدالله التوخي والكاتبة الكبيرة فتحية العسال ودرست في المعهد العالي الفنون المصرحية وتخرجت منه سنة 85 وعملت في البداية ككاتبة وبعدها عملت في معهد الثقافة الجماهيرية واتميزت بأدوارها المتعددة في عالم الدراما والمسلسلات وقدمت كتير من الاعمال الفنية النجحة ومسيرة امتدت لأكتر من 41 سنة اما عن حياتها الشخصية فاتجوزت مرة واحدة من رجل مصري لكن لم تذكر اي تفاصيل عنه وانجبت منه بنتها الوحيدة جميلة وقالت ان هي اكتفت ببنتها وما خلفتش تاني بسبب انشغالها بمهنتها الوقت كبير لو بتحب الفنانة صفاء التوخي اعمل لايك واشترك في القناة